الاسم منصور محمد أحمد الرضي التهمة بايع ثلج والقصة مختطف ومعذب على يد ميليشيا الحوثي وصالح في مدينة تعز من بين تاريخ الميليشيا الأسود لكن ليس الخفي هو تعذيب الضحايا المدنيين من تختطفهم وتلقاهم أسرهم على هذه الليئة ومنصور واحد منهم لم تمثل مهنته ولا حالته البسيطة جدا حائلا أمام تصرف الميليشيا الذي ضخت له كمية رعب لا يزال يعاني من صدماتها حتى اللحظة الحكاية مؤلمة وصادمة للغاية تقول التفاصيل المروعة إن عناصر الميليشيا اختطفت منصور من معبر الدحي غربي المدينة فظل مخفيا لديها يرزح في معتقلها تحت التعذيب لا تعلم أسرته عنه شيء بحثت الأسرة عن ولدها طويلا سألات ولا إجابة عندما ذهبت للبحث عنه هناك كشفت الميليشيا عن مكان تواجده داخل مدرسة غربي المدينة وسمحت لعائلته بالزيارة بعد سبوع كامل من الاختطاف والإخفاء القصري لم تنتهي الحكاية مع نقل الشاب محمولا إلى هنا في مستشفى الثورة وسط المدينة والسبب عدم قدرته على السير جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له في معتقلهم إذ ما يزال يعاني من نوبات وصدمات قاسية اشتركوا في القناة